موسيقى مشاهدي نحياكم الله من يديد يا مرحبا بكم ويانا في صباح الشارقة تستمد لأمم هويتها من تراثها الساري في أعماق ابنائها وأصالتها المتجذرة في قلب التاريخ ولدولة الإمارات العربية المتحدة تراث عريق له العديد من الأشكال والصور يظهر هذا التراث مشاهدين في العادات والتقاليد التي يتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل ومن هذه العادات والتقاليد الأكلات الشعبية في المناسبات وغيرها نتعرف أكثر عن موضوع الأكلات الشعبية من خلال ضيفتنا في الستوديو الوالدة طبعا فاطمة المنصوري أم عبدالله باحثة في التراث صباحك خير حياة الله صبحكم الله بالنور والسرور ياهل وسهل الله يافيتي سلمت طيب الحمد عليكم يا مرحب اليوم نتكلم عن الأكلات الشعبية لكن في البداية نتكلم عن التراث لدولة الإمارات في الماضي كيف كانت الحياة بسيطة وكيف كانت الحرمة في الماضي أن تعتمد على نفسها سواء في مجال الأكلات الشعبية أو حتى في الكثير من المجالات أول شيء نصبح عليكم على مشاهدينا وأشكر تلفزيون الشارجة الذي يهتم بالتراث قبل كل شيء وهذه طبعا شيء طيب أن الواحد يحافظ على تراثه من خلال لقاءتي الأمهات الكبار ويكون يعرفون الأشياء التي كانوا عايشين فيها قبل ويأهل لهم فطال عمرتش هذه أكلاتنا هي شيء بسيط بعد لا تحت لي الفرصة أن أشوي لكم أكثر من هذا الله يسلمك ما شاء الله أكلات تختلف وبين بيئة وبيئة تختلف بين مثلا نحن أهل البحر عندنا غير عندنا شبه يكون في أهل الليبال غير يعني البدو غير أكل يعني كل حد يختلف له بس المهم شو هي دولة الإمارات قابلة يعني أكلنا المعتمد هذا معروف اللي هو عندنا الفريق معروف عندنا الهريس معروف عندنا الخبز الخمير اللي نسوي عندنا للقيمات هذه الأكلات المعروفة يعني الشعبية المعروفة في دولة الإمارات لكن نحن في دولة الإمارات تختلف عندنا بيئات مختلفة مثل ما ذكرتي الوالد فاطمة عندنا البيئة الجبلية عندنا البيئة البحرية عندنا البيئة الزراعية فإذا نتكلم شوي عن هذه البيئات وكيف ممكن الأكلات هذه تختلف نحن بيئتنا بحرية نحن نعتمد على أكثر شيء السمج في البحر يعني سمجنا المالح هذا أكلنا أكثر شيء المفضل عندنا نحن البحر من ناحية الأكلات العادية عندنا الهريس هذا أكلنا نحن نسوي عندنا الفريد نحن نسوي الخمير نحن نسوي هذا عندنا نتكلم عن هذا البدو عندهم طبعا عندهم الرشاب عندهم الدبش يسوون الشامي عندهم يتميزون بالقرص المفتوط عندهم بعدهم يسوونه عندهم أكثر شيء نحن نحن يعني لهم أكلاتهم عندهم خبز ما تقولين فيه خبز سفاعي يسوون هل يريدون أكلهم وخبزهم نحن خبزنا نروحهم نحن خبزنا الخمير خبزنا مثلا الأرقاق هذه أكلتنا نحن نسوي ما شاء الله أم عبد الله صبحت خير ويعطيش العافية صباح الله أم عبد الله تكلم عن الأكلات الوجبات الرئيسية الثلاث ريوق أول والغداء والعشاء شو كان يعني يتميز ريوق والعشاء والغداء كذلك ريوقنا طالعا لك ما يخلط من الخبز إذا في الاشتاء خبز الخمير إذا في القيرض خبز للشباب والأرقاق ما شاء الله أكل للشتغير أكل للشتغير أكل أكثر شيء نسويش مثلا الدنقو يكون يوم تحطين فيه هذا الفلفل الحارحين تطعوني نغاوي عندش الخبز الخمير ويددبس نسوي الدبس نخلطي ناكل ييددبس هذا يكون حق الأشيس من الأشتازين الصيف غير الصيف الخبز للشباب خبز الأرقاق الخفيف مثلا نسوي هذا على ريوق الغداء طبعا الغداء المائدة مات تخلم من السمت صالة السمت المشواي المالح هذا غداء العيش الأبيض الأتشار عليه الأتشار البصالة الأتشار الدقوس حتى الأتشار يسوونه في البيت صح من؟ نعم طالع عمر شونا شغلتي هاي شغلتي هاي شغلتي هاي ما شاء الله الله يقوي تعمل معكم هذه هي بسيطة بالتحق البرنامج لا تقصرين طبعا كل أكله يعني يعتمد على شغلتي دي أنا يعني ما أعتمد على ما شاء الله الريحة غاوية يعني 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 نحن واصلين عندي والله الريحة لأنه هذا لما يكون البهار زين ومعابل نظيف خلاص يطلع أكله نظيف حلو ولكل حدي يسوي أكله الحين زين أمي حين إذا بنتكلم عن الأكلات الموجودة هنا إذا بنشرح حق المتابعين وكل من يتابعنا اليوم يعني مثلا الثريد شو الأكلات اللي تعتبر من الوجبات الرئيسية يعني في دولة الإمارات بشكل عام بغض النظر عن البيئات الهريس والفريد هذه ربضان بعد ما يخلم منه السفرة ما تخلم منه أهم شيء أهم شيء الفريد والهريس والثالثة هي القيمات العيش طبعاً ها شيء رئيسي ما نتكلم عنه العيش ما لا يمكن أن نستغنع عنه هي بس أكلاتنا الرئيسية هذه الهريس والخبيصة زين؟ الخبيص عندنا الشيء الحيل والخبيص عندنا العصيدة هنا حين عصيدة مسوتنها هي يعني هذا أمي اليوم يعني نشوف العصيدة الحينة إذا بنقارنها بين الماضي والحاضر بنشوف الماضي يعني فيه وصفات أو مكونات معينة اليوم دخلوا فيها وصفات كثيرة يعني يعني يمكن فيها فروقات نشوف مثلاً فيها نكهات يديدة ممكن يضيبون عليها بدنا نتكلم عن هذه الأمور العصيدة أول طبعاً طالعاً مش من أول من الطحين والماء والشكر ما يبايغ ما عندهم لا بوبر ولا يزر طحين وماء وشكر نسع فرقاً شيء بسيط بعد بزع فرقاً ما يحصلون قبل وعد للهيل أما إلى حين وشاء الله البوبر يحطون فيها ويحطون اليزر فيها ويحطون نكات هذه الجرفع المفوق يكون التزين هذه الآن شغلاتنا والأول غير يختلف أم عبدالله نعم طالعاً يعني إذا نتكلم شيء عن موضوع الأكل مثلاً المطبخ الشامي تأثر كثير أو الأكلات الشامية تأثرت كثير بالأكلات التركية أو المكونات من أكلات مثل كباب وإلى آخرين نتكلم عن الأكلات في دول مجلس التعاون أو في الإمارات تأثرت كذلك البهارات الهندية والمكونات اللي كان يبونها أول في رحلات التجارة من الهند وإلى آخرين نتكلم عن الأشياء الداخلية اللي صارت في أكلاتنا الخليجية والإماراتية وطال عمرك من وقت إلى وقت يتغير ترزماً تعرف ما يظل مثل أول حين ما شاء الله البهاراتنا يعتمد على يمكن أشياء رئيسية حق البزار أحياء لحين ما شاء الله البزار حق الباسها وهناك نتsoldمهم وبزارهم الحارات عخ Eyes كل أكلاء معظم كذربهما اوش لكننا نعتمد على بزارنا لا نعتمد أنني قارنت كذا بهارات اور استعملت كذا بهار لم facilities كل أيضًا عندما نشارك في شاطرة معينة، يقولون لا يختلف على أكل بريحة لليحة من بني نكهة الطعمة للأكل تختلف. لكن كل وقت لوقت. نحن ما نقدر نغير الزمن ورجع فيه وراء. بس قد ما نقدر نحافظ على أن نحن نسوي شيء في البيت. قد ما نقدر نعلم عيالنا أنهم أكثر شيء يعني في البيت يأكلون. يعني لون البراع يطلعون أننا ما نقدر عليهم نمسكهم. بس قد ما نقدر نحافظ. نحن يعني من الشارجة فنتكلم عن الدنقو اليوم. يعني مكونات الدنقو وخاصة اليوم يعني نشوف حتى يوم نأخذ من برع. نشوف يحطون فيها إضافات بهارات مثل ما تفضلت وقلت بهارات. ممكن تكون تختلف عن بهارات الماضية. صح أكثر شيء الفلفل الحمر في النخي. يطلع حار. هذا لازم الفلفل. ونكهة حلوة. شو الإضافات هنا بعدنا ما يتركمونيها. الإضافة تحط السنوت والثيبة واليليلان. هذا قبل؟ لا حينة. أحين خطأة. والماشاء والمعدم. ما في جنقة وخالة وملح وماء وبس. بس على طول. لكن الحين لا نحط الليمون. ونحط لها. هذا يوم تأكلين السنوت واليليلان والثيبة. تخف من الغازات. تعرفين هذا لأنه غازات شوية. يوم تحطين بعدنا ما يبتشطها. يسامحوني منها شوية. نحط عليها. تكون غابة طعم. حسنا. وش اللي عن الشام يا أمي؟ هذا الشام في وقت الاشتراه. ما شغلت هذا البدو. نحنا ما نعرفه. بس نحنا نأخذ عنهم. نحنا نأكل جاهز. بس نحن قاموا يسوونه عن طريق الحليب. نحن قاموا يسوونه عن الحليب. يفورون الحليب وطلعونه. والحين يعني كل شي يتغير. حتى الطريقة تغيرت يعني. نتكلم عن خبز الخبير. خبز الخبير. هذا ما بعد أول نحط عليه البيض. ولا كان فيه بيض قبل شيء. الحين نحطوا الحليب حينه. يحطوا الكاستر في العينه. أول بعد العنون بطحين البر. على فكرة ما سويتنا من الطحين البر اليوم. ما شاء الله. يمكن يختلف شوية تطعت هسية. بس ما عينت في التماء الثمر. حين البر زين حق الناس اللي يسوون الرجيم. معبد الله. وهذا تراحينه. حين تشدونه. طعمتها حلوتي في الخبز. صح صح صح. معبد الله. نتكلم عن نقطة مهمة حين. هل ترون برايتش أن الناس بتاعدوا على الأكلات الشعبية. وتجهوا للأكلات اللي هي اللي يسمونها الفاست فود أو الأكلات السريعة. نعم. هي تشويت. وايد كلاو. يعني عيالنا عندنا هذي كثرة. عيالنا هم اللي. اللي جدامنا نشوفهم قد ما نقدر نحاول نكسبهم في البيت يأكلون. لكن بعد يبعون أكلات برا. بس الحمد لله يعني الحمد لله. يعني الحمد لله. يعني رجع فينا الزمن الحين. هالفترة هاي شوية. بدينا. بدي ينتشر الأكلات الشعبية. في المعارض. في إنما يطلبون مثلا مكان أكلاتهم. مثلا يقول أكلة معينة. تحسين أنهم باغين الأكلات الأولية. هم مع الناس. وهذه الأكلات اللي يشوفها اليوم. الوجبات السريعة عمية. يعني المهرجانات التراثية لها دور كبير. يعني على سبيل المثال أيام الشارقة التراثية. نلاحظ يعني اللي يميز هذه الأيام. هناك في تلوع يعني في الفعاليات. في برامج حتى في الأكلات. اليوم شو يعني دور هذه المهرجانات في إبراز هذه الأكلات الشعبية. وخاصة للأجيال البادمة. نعم برزات. طبعا نحنا كنا نسوي في البيوت. روحنا أكلنا بيننا بين أهلنا. لكن لما ما شاء الله قمنا نشارك في المعارض. نطلع بنا نحن كريش مرة أصل قيمة. فاتح ما شاء الله. بيكمل كل شهر بيتمليل عقب الإجازة. نشارك في الخنفروش والقيمات والرقاق. تلاقين ما شاء الله الجمهور. كل صوب الأكل اللي هو ملوه. هذا الهامبورغر والأشاكل اللي مدرينها. عندنا مفاتحين محلات. لكن لو تجعون تشوين طوابير وواقفين بس. عشان يحصون صحيح القيمات. لا يعني الحمد لله ويد. هذه المهرجات يا زامر الله خير. فتحت مجال أنهم يطلعون. الأسرة تطلع. الحرمة تطلع. تستفيد. ومنها تعلم. ومنها تعرف كيف يحافظون. مثلا العيال هذه على الأكلات هذه. يرغبون أن يأكلونها. حلو. نتكلم شوي عن الحلويات الشعبية. اليوم نرى أنواع كثيرة من دول كثيرة. حتى الحلويات ممكن أنها. هي إضافة عليها الكثير من السكريات. المواد الحافظة. في الماضي كيف كنتوا تحلون؟ ماشي عدنا. أول عدنا القيمات. القيمات سوها بالجبن. القيمات سوها بالنتيلا. يعني يغيروا طعمتها حتى. حتى في المكين يقام سوها القيمات. من فترة احنا كان عندنا معرض. فاتح واحد يسوي القيمات بالمكينة. يوم يوم حذا يأكلون. يقولوا ما بالقيمات. ومن نفس الطعم يعني. لا لا يعني ممكن تطحن. تنزل القيمات. حط عليها النتيلا. حط عليها الجبن. حط عليها الأشياء التي يكون هناك. قبل عدنا الساقو. الساقو بعد طعمتها ملحلو. عندنا الكستر يسوينا محلبية قبل. يعني هذه أكلاتنا قبل. نحن ناكلها قلنا على فتحتنا. يولنا على هاليتنا. قاموا يسوينا الشذر. هذه أكلاتنا قبل الفتيات. حل. الخبيص مثلا. أم عبدالله تكلم بعد شوية من الأكلات الثالية. يعني ممكن ما قدرتي تتيبينهم اليوم في السيديو. والله لأسف ما سمح لي. مثل ما عندنا يعني من الأكلات الثانية. عندنا المحلة وعندنا الأشباب. وعندنا الأرقاط. يسوينا حق البهياوة. هذا كلنا عندنا خبز وايد. ليس بشوية يعني. عدة أنواع من الخبز. عبدالله تتكلم يعني. هناك نقطة وايد مهمة. وهذا رأي شخصية. يعني أنا وقت يسير المهرجانات. نشوف في بعض الأماكن بعض المهرجانات. بدون ذكر أسماء. نشوف في ارتفاع أسعار كذلك الأكلات الشعبية. مقارنة بالمأكلات اللي هي الفاس فود أو الأكلات السريعة. فنحن كذلك نبقى نوصل رسالة بعد لأمهاتنا وخواتنا اللي يعدون هذه الواجبات التراثية الجميلة اللذيذة. أنهم كذلك يراعون الناس في الأسعار. عسب يكون في تنافس. يعني نحن كيف نقدر بعد نجذب الناس. أنه يأكلون ويجربون الأكلات الشعبية. وكذلك في نقطة جميلة. أنه يشوف كذلك السياح والأجانب. يعني عندهم أقبال غير طبيعي على أكلاتنا. وايد يستانسون. بضبط وايد يستانسون. هذه المهدونات فيهم فضولة ويتعرفون على هذه الأكلات. حتى المكونات أو مكونات هذه الأكلات. كيف يساوونها؟ طال عمرك. كلما نتكلم عن الأسعار. أنت تقول حينما يكون فيه مثلا أن ترتفع في الأسعار. نعم. ما أقول لك لا. هناك ناس سبحان الله. يعني هم يحبون. يبرزون. يعني ما يحبون يبرز نفسهم خلال أكلهم. لا. نحن كلما رفعنا نستعار. كلما رغب أن نقول مثلا أنت تسوي شيء أحلى. ناس تأخذه. ليس بطريقة شديدة. لما أنا أحب أبرز نفسي وأسوي أكل. مثل شخص واحد يأخذ عني عشر تنفار يأخذون عني. عشان شخص مثلا. لأن أنا شخص هيب لي عشرة. لكن لما يأخذ عني في الصحن يكون بهذه القيمة. يقول لا سير هذي غالي. لا تأخذ عنهم. صح. أنا أريد أن أكسب زبون قبل ما أكسب أن يكون المادة. واليوم أنا هذه أكلي لما أنا أعرضها مثلا أسوي. يعني هذا شيء يكون أنا يفرحني. لأن أنا هذه أكلي وأكلي وأكلي عيالي وأكلي دودنا. لازم نبرزه. لكن هناك ناس سبحان الله. ما أقول لا. هو يكلف. ما أقولك ما يكلف. هناك أشياء تكلفنا نحن الأسعار هذه. مثلا تكلف لما نسوي شيء. تكلف التعب طال عمرك. أنا ما أتكلم عن الشيء البسيط. يمكن أن أخذ الكيلو بسيط. لطحين مثلا رخيث. لكن المجهود الذي أنا أسوي. يعطيكم العافية ما قصرته. دائما نشوف جهودكم موجودة اليوم في كل المهرجانات الترافية. تتعلق في دولة الإمارات. سواء في إمارة الشارقة. أو حتى في مختلف المناطق التابعة لدولتنا الحبيبة. أمي ذكرتي نقطة من رد الحلويات. بما أنني أحب الحلويات الشعبية. فذكرتي الساقو. يعني أعتبر من الأكلات الشعبية والحلويات الشعبية القديمة. فكيف يساوون الساقو في طرف كثيرة؟ أعتبر من عبد الله بعد ما في مابك لمكان ثاني. يا سلام. لكن أبدو مجاملة. لكن للأسف أنا أستطيع أن أسوي لكم إياه. يلا مرة ثانية إن شاء الله. الساقو طبعا عبارة حبوب بيضة. وتكون نحمر الشكر. نودنا الساقو وقدرنا الساعة. إذا شيلت شكر شيلت الساقو. الساقو دوبنا الشكر. حطينا ضمك الزعفران شوي والكركم شوي. وخلينا صبينا الماء وخلينا يفوع. من ذوب الشكر حطينا الساقو. لا نحوث الساقو ونحوث عساس ما يلين. لا كل مرة نجلبتين ثلاثة. وضفنا عليه السمن. سمن اللي هو السمن اللي ندوبه في البيت. نصب عليه ونخليه نقصر على الضو. يبنى درين الهيل شوي عندك. عندك زعفران عندك أي شيء. عقوب ما نصبه في الطاس يكون ينضع. خليه قدر الساعة الأرب على الضو. عقوب ما نحطه في الطاسة. درين عليه المكسرات. طبعا هذه من المطيبات اللي حدخلت على الساقو. أول مرة أنتم ساقو. مكسرت. قبل موش مكسرت. هذه إضافات يديدة. طبعا يعطيتك الصحة والآفية. أمي فاطمة المنصوري على هذه الأكلات. الله يجعلكم إنشاء الله. لا أريد أن أسألكم أكثر تبوسط. أم عبد الله. عمرك طويل يا رب. مشكورة على الهدية. عمرك عادية. هذه هدية بسيطة. ويتعرفون عليها من خلال متجات أم عبد الله. الله يجعلكم إنش مجودة كفاية. هنا نحن يتعرف عن خيالة التراث في مارات. نعم شرحني أن يكونوا هناك معكم. إن شاء الله دوم معكم. وأي شيء رحبون في الماضي. في التراث الأشاكلي حاطرنا. إذا لم نحن نحيي هذه لشيء. ما نبيه. ما نبيه. إذات الله خير. إذا إنا وخر نتخلت إذا ارادنا سمع تعلم أن التراث موجودا. وليس لا نتتر. إذات الله خير. الله يعافيكم وحل لكم. شكر والتقدير مرة أخرى للاستاذ الوالدة فاطمة المنصوري أم عبد الله باحثة في التراث على هذه المعلومات القيمة والمفيدة مستمرين معكم مشاهدين في صباح الشارقة لكن بعد هذا الفاصل تريون